ماذا يقدم تطبيق غراس نعم تطبيق غراس إذا جئنا طبعا هو في ثلاث أقسام القسم الأول في تعليم القرآن الكريم وهو باختصار أنه يخرج طالب أو طالبة لا يحمل المصحف لا يحتاج إلى حمل المصحف فإذا أراد أن يقرأ وردو يقرأ خلاص يعني انتهى موضوع مراجعة بالمصحف يخرج متقن للقرآن الكريم هذا قسم متقن في القسم الآخر قسم غراس القيم غراس القيم هو مدرس متابعة أو مدرسة متابعة تعتني قيميا بطلابك أو بأبنائك أو يعتني قيميا بأبنائك وهذا القسم غراس القيم تجد فيه عشرات من الموجودين كل واحد له اختصاص أو له سلوب في داخلهم مثلا يوجد دكتور عندنا من الجامعة الإسلامية متخصص هو أو كوتش في تخطيط القيمي فتاخذ معه جالسة لأبنائك فيدرسهم ويحللهم تحليل ويخرج لك خطة كاملة عن أبنائك والخطة القيمية لهم لمدة سنة أو لمدة سنتين مثلا هذا واحد تلقى عدد من المدرسين أو المدرسات ممكن تأخذ هذه الخطة التي أخذتها منها هذا الرجل وتختار شخص مثلا مهتم مثلا في جانب اللي نقول مثلا أن أبنك عنده شيء من السلوكيات اللي ما عجبتك تروح الواحد متخصص في تغيير السلوك موجود عندنا يعني جميل كل هالموجودين ذولا طبعا نكاد أن نقول كلهم نضمانهم يعني ما هو بأي واحد يدخل نحن نبليجي على مسألة الاختيار كآلية اختيار المدربين أو المعلمين الموجودين في التطبيق طيب المسار الثالث المسار الثالث هو مسار الأداء الصوتي جميل كلنا نودنا نجرب أصواتنا بالقرآن الكريم وكلنا نودنا نتعلم أحيانا شيء من المقامات إذا شفنا بعض المقاطع ولكن تعرف هذا مجال مخلوط فيه عدد من الأشياء فحنا انتقينا أو خطينا صحة العبارة خط صافي من بين هذه الأشياء فالموجودين في الأداء الصوتي هو طبعا نركزين على الأداء القرآني الموجودين في الأداء الصوتي مستوى أيضا مختلف من الأداء الصوتي فكلهم طبعا أخذوا من جميع المدارس الأدائية وتلقى يعني واحد من المشايخ الموجودين هو المسؤول الصوتي أو المعتني الصوتي بكل أئمة الحرامين وكل أئمة مجمعا ما يكفى أحد لتسجيل المصحب الشريف فهو المعتني بمحمد أيوب وبصفر وعليح ذيفي وكل المشايخ يعني فهو اللي يقول لا هذا ترى فيه نشاز عدل الصوت الحرف هذا فيه يعني ما ضبط عدل كذا أرفع الصوت بالطبقة الفلانية طبعا موجودين بهذا المستوى في داخل التطبيق فانت تدخل وتقرأ ختمة أو تقرأ عدد من الأوجه طبعا على الحاسب مستواك لأنه مهم معقول أن واحد مبتدئ يجي يروح ياخذ واحد أصلا بمستوى عالي يعني فيه فجوة كبيرة صعب أنه يعلمك بجديات الأشياء